وفي كل مجال ولكنها أيضا وصلت إلى مرحلة أن تقدم نفسها ضحية من أجل غيرها هذا ما حدث مع المربية الفاضلة المرحومة أولاء الجلاني التي كانت مع الطلاب في جبع والكل عرف هذه القصة كيف أنها كانت على قيد الحياة ثم عادت من أجل أن تنقذ الأطفال من داخل الحافلة واستشهدت هذا طبعا هذه الفضية كانت لها أثر كبير في نفوس الجميع والكل يردد اسم هذه المربية التي يجب أن يرفع اسمها ويوضع أو تسمى باسمها ليس فقط مدارس إنما أكثر من ذلك طبعا نزولا عند رغبة الكثير الكثير ولما قدمته من ضحية في سبيل أطفال كانت تعتبرهم كأبنائها وطلاب التحمت بهم إلى أكبر حد هناك يقول قائل ربما لو حدث ذلك مع غيرها لفرت من الحافلة وتركت الأطفال يحترقون لكنها طبعا وهذا لابد من أن نوجه لها ولأهلها التحية الكبيرة والرحمة لها على ما قامت به ورحب بأم علاء الجلاني أسعد الله صباحك وإحنا وسهلا بك ونحن طبعا نتضامن معك في هذا اليوم ونحن نتحدث عن علاء الجلاني التي رسمت لنا طريق نضالي جديد يعني بدنا نحكي عن قضية أنه قبل أن نحكي عن قضية عملية الاستشهاد وكيف تمت أنه كيف الخبر وصلك أنت وكيف عرفت عن الموضوع أنا بالأمل ما كنتش عار في الساعة عشر أتصل على أبو أقول لي في حادث هيك أنا بعرفش كيف يلبست ونزلت حتى استنيت تتحيت لابين ما شغل السيارة وطلع وروحنا على المدرسة نستفسر إيش اللي حصل يعني هم بحكوا مستفسر يعني وإيش اللي هم بقولوا بالمستشفيات في الرم أو في رمالة أو في المستشفى الهلال بردو اللي برمالة فإحنا طلعنا هيك بعرفش كيف كان أبوها يسوق وشيته كتير وشي رحنا على الرامة ملاقناش حدا أنا كان أكتر كل همي بين ابني يعني حفيدي البنة أنا قلت يعني ما شاء الله سريعة البداها البنة سريعة يعني بتطلع من الباص أما الطفل كنت خايفة أكترش على الولاد ما كانت النتيجة عدين دورنا في المستشفيات وإيش يوم ما لقناش البنة ضلوا كاتمين علينا موضوع البنة لساعة أربعة فهذا للسحرة دمنا أكتر من ابن الخبر وأكتر من كل أي شي والحمد لله رب العالمين تعرف عليها أبوها وزوجها والحمد لله تمدى فينا بعد صلاة المغرب صلى عليها بالأقصى المغرب وتمدى فينا فالحمد لله رب العالمين الله أكرمنا فيها بالآخر وأكرمنا في ابن أخوها في الدنيا إنه البلد طلع سليم الحمد لله رب العالمين حدث مفجع صراحة ولكن موت حق على الجنة هذا شيء معروف لكن يعني ما بيخفف من ألمك شوي أنه بنتك يعني أنه لم تموت ميتة عادية إنما ماتت من أجل الآخرين ضحت بنفسها وهذا شعبنا الفلسطيني هذا خفف من ألمك شوي والله الحمد لله رب العالمين نحرا ديف بالقضاء والقدار بس برضه صعب الفراق صعب وخفف صاح بس برضه مش أدرك يبقى أعبر لقنا كلامك المعروف وواضح جدا لكن يعني اليوم نحن بنحكي دائما بلاش نفتح جروح ولكن لابد من أن تفتح كل هذه الجروح في مثل هذه الأحداث يعني لو مثلا أنه البحافلة كان فيها مثلا مساعدين برافقوا الرحلة رجال نعرف مساندين حراس ما إلى ذلك اتفائيات كان ربما كان الحال أكثر بدل من المعلمة أنها هي التي تقوم وتدخل في البحافة تطلع أطفال صح هو ضخم أصلا كل الحادث الضخم يعني حادث كان قضاء وقدر بس ضخمنا فيش آليات فيش معدات فيش سيارة تصعب يعني أقل الأضعف أنه سيارة تطفائية تكون يعني هو الحادث قضاء وقدر بس ضخم كتير لأنه فيش معدات فيش مساعدين وإحنا الشعب الفصن تعود لأننا يعني كيف دولك نساعد نفسنا بنفسنا فصارها الشباب اللي تكاثر على هالفا الحافلة واشي ما يدروش يعني يساعدوا أكتر من هيك عندنا تقصير فيني واضح كتير تقصير كتير أصلا لازم كمان إطفائيات المواصيل للإطفائيات يعني ما يحتاجوش أنه سيارة تمروا من بين كل الناس يمدوا بربيج على الأقل يعني أضعف الإيمان هذا إنه بساعد كثير خاصة هذه المنطقة لأنه منطقة حوادث محصورة لازم برام مثلا يحطوا معدات برام الله فيه يعني الأماكن القريبة من هذا الشارع خاصة هذا الشارع يعني كثير فيه بسير حوادث كثير اللي سقطوا ضحايا في هذا اليوم أطفال صغار يعني الكل كان بنتظرهم يروحوا على بيوتهم فجأة بيصلهم الخبر أن أولادهم قضوا في هذا الحادث كأم يعني فقدت ابنتك في هذا الحادث ربما على العكس غيرها غيرها مثلا انحرقوا في الباص لكن هي كانت أجل تضحي بنفسها من أجل المساعدة الآخرين هل عندكم مثلا نوع من المحاسبة وربما أكثر من العتاب على المسؤولين في هذا الموضوع؟ أكثر أكثر بكثير أكثر من عتاب بكثير يعني هي حاولت تساعد في قدر الإمكان يعني قدر المستطاع لو طف الحرية ممكن ما فقدواش الأهل يولادهم هل أبدي يعني كان أقل ضرر بيكون بس أي حادث بيطلع منه يعني مش مصابين بيطلعوا منه شيء بس هو الحريق الأثر كتير كتير كيف كان مستوى التعاطف معكم على مستوى الشارع على المستوى المسؤولين كيف كان التعاطف؟ الحمد لله رب العالمين الحمد لله احنا اتقبلنا كل شيء الحمد لله هل تكتفي أنه مثلا عولا يكون اسمها على مدرسة أم أنه عولا لازم يكون مثلا لها حضور دائم وأنه حتى تكون هي كدرس دائم لنا جميعا في التضحية في المدارس طبعا كل بقدر يسوي شيء يقدم شيء يقدم شيء يقدم شيء يقدم شيء يقدمه لا أستطيع أن أحدها أقدم أنا أعرف أن شعورك يعني أنت تتذكري عولا بهذا اليوم صح أنه صعب الوضع لأنه أنت يعني كأم إحنا تأخرنا جدا ما بالو أن الأم أقرب الناس للبنت طبعا لازم تكون عندها نوع من هذا الشعور على أي حال نحن نقف إلى جانبك ونشد على أياديك وإن شاء الله لها الرحمة يعني أنت كمان فيك فخرا وشرفا أنه بنتك كانت قدمت نفسها مشان الآخرين وهذا هو التضحية هذا هو شعبنا الفلسطيني أحب أن نحييك تحية كبيرة أم أولاء الجلاني والله يصبرك وصبرنا جميعا إن شاء الله لا تتكرر مثل هذه الحوادث التي لا بد أن يكون هناك مسؤولين يجب أن يحاسبوا على ما حدث رغب الجراح طبعا بعد أن مرت فترة لم نكن نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع في البداية ولكن بعد أن مرت هذه الفترة لا بد من محاسبة وقشف كل ما جرى في هذا الحادث شكرا جزيلا لك أم أولاء الجلاني وننتقل أعزائي المشاهدين إلى خاصة ثم نتابع